بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة بنتكلم في شعي بيت الذيل حبليات او اليورو كوردات او اليورو كورداتا اليورو كورداتا النهاردة نتكلم على التشريح الداخلي لحيوان الاسيديا اول جهاز نتكلم فيه نهاردة نتكلم على الجهاز الهضمي دجستيف سيستم الاسيديا بالعوم معقد مليء بالاهداف الدقيقة السليا فرضه سليم ومليء به او يفرز برضو الاهداف المخاطئ يفرز كمية كبيرة من المخاطئ فهو هدبي مخاطئ يبقى البلعوم هنا هدبي مخاطئ لانه مليء بالاهداف ويفرز كمية من المخاطئ ويشغل حيث كبير فيه الجهاز الهضمي في الاسيديا ولو فتحه للخارج هي فتحة البهو وعلى جدار البلعوم يوجد فتحات خيشومية لجل سليتس جل سليتس ده طبعا الصفة المميزة او ما يميز الحبليات يفصل بينها عوارض خيشومية الموجودة بين كل شق خيشومة واخر يوجد عارض خيشومة هذه العوارض تنشئ كبيروزات على السطح العلوي تبقى برزة شوية ويوجد فيه الاسيديا معدة ممتلئة وامعاء بسيطة يبقى انا عندي فتحة الفم اللي هو قلناها تفتح عن طريق الانحلنت سايفون اللي هو الفتحة الشايقية بعد كده يبقى فيه البلعوم اللي قلنا عليه فيه فتحات خيشومية وكمان بعد البلعوم هيبقى في منطقة قصيرة ممكن تدور عليها المريء وبعد كده يبقى فيه المعدة الممتلئة برضو ممتفخة شوية والامعاء البسيطة عبارة عن انبوب ملتوي يفتح فيه البهو وفتحة الشرق جدار القناة الهضمية نفسية غير مهدبة زي موجودة في الحمليات المتقدمة الجدار الداخلي لكن الاهداب موجودة فيه في البلعوم البلعوم بيفتح فيه الاتريم والبلعوم فيه فتحات خيشومية تفتح فيه البهو والاتريم الذي يفتح الخارج عن طريق فتحة البهو اللي بسموها أتريال بور أو أتريال أوبننج تقول عليها أتريال أوبننج فتحة البهو يبقى فيه بهو أتريم وفيه أتريال بور البلعوم موجود في البهو يالي البلعوم مريء زي ما قلنا ايه قصير ثم يليه المعدة ثم المعدة الملتفة اللي بتفتح فتحة الإخراجية اللي بسموها الإينس اللي بتفتح فيه قلبة ده باختصار الجهاز الهضمي يبقى أنا عندي فتحة الفم أو ما يعاد الفتحة الفم اللي هو الانهل بعد كده فيه البلعوم الكبير بيحل أو بيحتل جزء كبير من الجسم الكائن بعدين على طول هتلاقي فيه الجزء الصغير ده اللي هو المريء بعد المريء هتلاقي فيه جزء منتفخ اللي هو الاستومك أو المعدة وبعد المعدة هتلاقي فيه انبوب قصير اللي هو اسمه الأمعاء هذا الأمعاء والأمعاء زي ما انتم شايفين كده بتفتح ببسط الإينس في الأترة ده القناة الهضمية فيه شكل مبسط جدا الجزء الثاني اللي هو الجهاز التناسولي وجهاز التناسولي والجينتال سيستم الحيوانات لازم تعرف انها حيوانات خنثة يعني تحمل ايه مبيض وتحمل ايه خصي يعني فيها أعضاء الأنوسة وفيها أعضاء الذكور تفتح في البهب ووسط قنوات طويلة وتنضج البويضات والحيوانات المنوية في فترات مختلفة في معظم الأنواع يعني فيه مبيض وفيه خصية مفروض يحصل فيه اخصاب ذاتي طالما ان أعضاء الذكورة والأنوسة موجودين والخصية الحيوات المنوية والبويضات لكن بتقول ان البويضات والحيوات المنوية يحصلون عملية نوج في أوقات مختلفة وبالتالي يتم تزاوج دائما او في معظم الأحيان بين فردين مختلفين كما يحدث أحيانا تكاثر عن طريق التبرعم ده باختصار جدا إجازة تناسيلي في الأسيديا حيوانات خنثوية فيها مبيض وخصية المبيض بينمو في وقت مختلف عن الخصية وبالتالي يحصل فيه تزاوج خليط ما بين فردين في معظم الأحيان وفيه ممكن يحصل عن طريق البودينج او التبرعم الأسيديا زي ما قلنا خنثوية يبدو بقى سموها هيرما فروضايت هيرما فروضايت له منسل اللي هو عبارة عن الجوند اللي فيه التستس وفيه الأوبري تفتح في البهب وفتح تناسيلي الجهاز اللي بعد كده نتكلم على الجهاز العصبي او النورفوس سيستيم المخ في الأسيديا على شكل عقدة مصمطة بين الفم وفتحة الايه البهو اذا الفم وده الايه فتحة البهو ايه اللي هي دي كده هتلاقي ما بين الاتنين دول هتلاقي هنا جزء صغير كده اسمه العقدة العصبية العقدة العصبية دي ما لها؟ عقدة عصبية مصمطة ايه يخرج منها ايه عدة ايه اعصاب وتوجد ايه غدة عصبية بجوار المخ بسموها السنسي فيزيكل لها فتحة مخروطية مهدبة وتفتح في فتحة البهو يعني جنبها كده هتلاقي جزء صغير كده مخروط الشكل ليه جزء بداية وجزء منتفخ للخلف بسموها عقدة عصبية مجوار المخ اللي هو ايه الجزء اللي هو المنتفخ ما بين الاتنين ده اللي هو مجازة منقول عليه المخ بعد كده الجهاز التاني هو الجهاز الدوري سركلاتور سيستيم وده يوجد فيه الاسيديا قلب يحض به غشاء الطمور القلب عبارة عن جزء يعني ايه عبارة عن كيس كده يعني منتفك كده هو بالشكل ده كده ويحض به غشاء الطمور وقنوات وجيوب دموية يبقى الجاز الدور ده عبارة عن ايه ثلاث حاجات اول حاجة قلب هو ما يسمى القلب يعني يحض به غشاء الطمور خلاص عارفنا وفيه قنوات وفيه جيوب دموية او الاوعية الدموية ويمكن تغيير اتجاه تدفق الدم من القلب وعكسه يعني اتجاه الدم ممكن يبقى الاتجاه اعلى من اسفل الاعلى او من اعلى اسفل فاتجاه الدم ممكن يحصل تغيير في اتجاه تدفق الدم ودم يحتوي على خلايا ولكنه لا يحتوي على كرات دموية حمراء مفيش كرات دم حمراء الحقيقة عشان نقدر نشوف الجزء ده الجزء ده يبان لك هنا اكتر في السلايد ده السلايد ده توضح لك الجهاز الهضمي وفي نفس الوقت توضح لك كمان زي ما كلمنا عليها قبل كده نتكلم على الجهاز الدوري الجهاز الدوري زي ما انت شايف كده ده القلب الجزء ده اهو اللي هو المنقاء الانقباضي برستليتك بومب يعني وزي ما انت شايف اسام الأحمر ده يبشر لك ان الدم متجه الى اعلى متجه الى اسفل يعني يحصل تغيير في تدفق الدم يعني ممكن الدم يمشي بالشكل ده كده وينزل الاسفل او يحصل الانعكاس بالشكل الاخر فالاتجاه الاخر فالقلب يخرج منه اوعية دمويرة إذا و قناوات لو القلب ده ده بسموه الاترم الحلfriendly يعني طب الاترم ده لو خرج الصحيح من القلب ده بسموه كارديوم الإنترم لو خرجت الوهاد الدموية من الهارت الى القلب الى البلعوم يسموه في الحالة здесь يعني اوعاء دموي قلبي خيشومي وعيد دموي قلبي خيشومي هيتجه إلى البلعوم في النحية البطنية من الجسم عن طريق الأبهر البطني اللي هو الأنبوب اللي خارج ده اللون الأبيض اللي هو ممكن تقول عليه الأورطة طيب ده عن نحية البطنية يدخل الدم في البلعوم عن طريق قنوات مستعرضة هي اللونها أبيض دي أو العواية دموية ويحصل تبادل الغازات زي ما انت شايف يطلع الدم كده محمل به الأكسوجين وتخلص من الثانوكسيد الكربون يتجمع برضو عن طريق وعاء دورس الفيزل وعاء ظهري موجود عن حية الظهرية للبلعوم برضو اللي هو سموه أورطة الأورطة ده يتجمع منه الدم ويمشي كده على طول واتجه له للأحشاء الداخلية عن طريق لو هو راح للأحشاء الأحشاء بسموه الفسرة يبقى الوعائل هيجي من البرانكيون يروح للفسرة يسموه برانكيو فيسرال فيزلز يعني وعاء خيشومي حشوي واصل بغزة الأحشاء طيب الدم يرجع تاني من الأحشاء يوصل لمين للقلب عن طريق ايه؟ عن طريق أوعاية دموية يسموها ايه؟ دورة دموية قلبية حشوية اللي بسموها كارديو لأنه راح للقلب وفيسرال لأنه خارج من الأحشاء يبقى كارديو فيسرال فيزلز وعاء دمو من القلب للأحشاء يبقى كارديو فيسرال فيزلز لو انت عكست بقى هيبقى من القلب للأحشاء هيبقى اسمو كارديو فيسرال فيزلز بعد كده تجمع الدمو عن طريق الأورطة عن طريق البرانكيو فيسرال فيزلز ووصل الدم للبلعوم البلعوم برضو يحصل فيه تبادل غزة ترجع دم تاني للقلبة عن طريق البرانكيو كارديو فيزرال يبقى لو الدم تطلق من الاتجاه الأعلى تبدأ به البرانكيو كارديو فيزرال لو انطلق لأسفل تبدأ به الكارديو فيزرال فيزلز ويبقى احنا كده خلصنا النهاردة التركيب او التشريح الداخلي للأسلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته